أكدت شؤون الطيران المدني أنه تقرر تحديث قائمة الدول المدرجة على القائمة الحمراء مرة كل شهر حيث سيتم التحديث في الثالث من سبتمبر المقبل منوهة بأن إضافة الدول أو رفعها من القائمة يتم بحسب تقييم الفريق الوطني الطبي وفق معايير خاصة بذلك من حيث مدى انتشار الفيروس في الدول وستتم مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري شهريا